فادس تطلع جديد الحياة للرأي عملية رويترز إبسوس بأن المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية ترامب تراجع أكتر من منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون واللي أصبحت تتفوق عليه بثماني نقاط إذ يقول واحد من بين كل خمسة جمهوريين أن تصريحات ترامب المبتدلة عن تلموس النساء لا تؤهله للرئاسة وأجرس تطلع الرأي الوطني بعد المناظرة الرئاسية الثانية اللي كانت يوم الحد بالليل حيث تعرض ترامب لضغوط من أجل تفسير تعليقاته اللي تضمنها تسجيل مصور ليه في عام 2005 وصف تصريحاته اللي ظهرت لأول مرة على السطح يوم الجمعة بأنها في مسحة في غرفة تغيير الملابس واعتذر للشعب الأمريكي عنها وصل الفارق في النقاط بين كلينتون وبين ترامب إلى ثماني نقاط يوم الاثنين بعدما كان خمس نقاط فقط الأسبوع الماضي ترجمة نانسي قنقر